ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأثبتت الدراسات والإحصائيات مؤخراً أن نسبة المواهب عند الأطفال في سن الخامسة تبلغ 90% ونتيجة لعدم الاهتمام بهذه المواهب وتنميتها تنخفض النسبة إلى 10% بسن السابعة وتستمر هذه النسبة في الانخفاض إلى أن تصل إلى 2% في السن الثامنة هذا دليل واضح على أن المجتمع والنظام التعليمي السائد والأسرة يعملون على دفن المواهب عند الأطفال خلونا الآن نعرف كيف المجتمع والنظام التعليمي والأسرة يعمل بطريقة غير مباشرة على دفن المواهب عند الأطفال فعلى سبيل المثال المدرسة أو النظام التعليمي عدم تمكين الطفل من عيش طفولته من خلال إغراقه بالأنشطة التعليمية وفعلاً هذا اللي هو حاصل في كثير من مدارسنا أنه لا توجد حصص رسم أو موسيقى حتى وأكثر المدارس ما عندهم آلات موسيقية أيضاً من إجبار الطفل بتصغير خطه في المراحل الابتدائية ومن المعروف أن الخط الكبير يرمز للثقة بالنفس والأمان عند الأطفال الأسرة والبيئة المحيطة من خلال عدم تقبل آراء الأطفال وأوقف الباب الحوار مع الأطفال أهم المجال الكافي للتعبير عن أفكارهم أيضاً الألعاب الإلكترونية التي تساهم في قتل الذكاء الاجتماعي وأقصد هنا بالذكاء الاجتماعي بأن نجعل الطفل منعزل عن البيئة المحيطة تماماً بحيث يصبح في عالمه الوهمي وتكمل المشكلة بعدم قيام الكثير من المدارس والأسر بتقديم الرعاية المناسبة لتلك المواهب من خلال تقديم الدعم لتنمية مواهبهم وإمكاناتهم وتلبية متطلباتهم وهذا العدس نتيجة الجهل الأسري والمدرسي في طريقة التعامل وأساليب التعامل مع تلك المواهب والآن خلونا نعرف أشه معنى كلمة موهوب عرفت كلمة موهوب بأنه هو الشخص الذي يتمتع بذكاء رفيع يصيغه في الطبق العليا الذي تمثل 2% عند سن الأطفال كلام فلسفي خلونا نبصد المغزى من هذا الكلام أنه المواهب مش هي فقط رسم وإنشاد وفنون جميلة لا المواهب هي أيضا مواهب عقلية وأكبر دليل على كلامي فتا عربي من العراق محمد التميمي محمد التميمي تمكن من حل أحجية برنولي الذي جلس علماء السويد 300 عام يحل هذه الأحجية ومن هنا بدأت فكرة إنشاء مشروع إنشاء لننشئ جيل مبدع مبتكر مخترح فكرة المشروع تتركز على أربع محاور أساسية المرحلة الأولى تسمى بالمرحلة الإنشائية المرحلة الثانية نركز على جانب الأسرة وأيضا جانب المدرسة لأن المدرسة تلعب دور كبير في تنمية المواهب عند الأطفال وأخيرا ابدأ الجانب الإنشائي نقصد هنا في الجانب الإنشائي هو التقديم عدد من الخبرات من أصحاب التنمية البشرية وحل ومعالجة المشاكل النفسية عند الأطفال أي مساعدة الأطفال الموهوبين على الانفتاح على العالم وعدم الإقفال على أنفسهم أيضا تطوير مفهومة ذات عند الفرد ليكون أكثر دافعية وإيجابية في المستقبل هذا كله بالركز عليه في الجانب الإنشائي الجانب المدرسي هو عمل برامج توعوية للمدرسة وللمدرسين من خلال عن كيفية أساليب وطرق التعامل مع الموهوبين والتعرف عليهم من خلال عمل اختبارات الذكاء الفردي اختبارات الذكاء الجماعي اختبارات الإبداع والتفكير وأيضا عمل قائمة الصفات السلوكية نقصد بقائمة الصفات السلوكية هي قائمة تتركز من ثلاثة أعمدة رئيسية في العمود الأول بنحصل الصفات السلوكية مثل الطموح الصفات السلوكية الدالة على هذه السمة أن الطالب ينجز مهامه بمقدار عالي من الهمة والنشاط وآخر عمود هو عملية تقييم الطفل والأستاذ هنا يعمل درجة للطفل من 1 إلى 5 في الأخير معنا إبدأ إبدأ هو إتاحة المجال للمواهب وتوظيفها في الجانب الاقتصادي بحيث أننا نوفق بين الموهبة والجانب الاقتصادي وإدمجها معا لنخرج بجيل مبتكر يرفع اسم راية اليمن عاليا وفي الأخير أنه ما أحد قادر على أن يكتشف الموهبة اللي بنفسه إلا عبر ذاته إذا قام بتنمية الذات وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر